موسيقى ولا تستغرب ولا تستعجب اللي يعيش بالدنيا يشوف واللي مبارح عش متريش عادي جدا يحصلوا ظروف الدنيا بسنيا بتتغير طبع الحياوي ده شي معروف بحي سلام بقى لما تلاقي واحدة غنية ومعجبة بيك كل ما تنب تروح وتحوضك وبتتلكك بتنطفيك فخصة ومين بس يضيعها ديام نسه مجاد في اديك هدية نسه مجاد في اديك ولا تستغرب ولا تستعجب اللي يعيش بالدنيا يشوف اللي مبارح عش متريش عادي جدا يحصلوا ظروف الدنيا بسنية بتتغير طبع الحياوي ده شي معروف ولا تستغرب ولا تستعجب قل لي يعيش بالدنيا يشوف اللي مبارح عش متريش عادي جدا تحصلوا ظروف الدنيا بسنية بتتغير الوحي الحياة وده شيء معروف وانا اللي كنت فاكرك ادرجي ومدأدق وبعدين وانا بقول لك تعال الروح دلوقتي انا بقول لك فكر على مهلك يا صاحبي وبعدين ما تزعلش مننا يا شيفي يعني انتقال عواطل بقالك فترة يعني عامل زي المتطلقة يبقاني يا احسن قوله قوله يا شربيني الوعي ما تسبوش كده صحيح جب السابع ما يخلاش وجب النطع ما يتملاش اسكوتي اسكوتي انت شوية يا عم افرد حد شافني على اخر الزمن على الشغل صبي علما وانتها جت على صبي علما وبس وبعدين اساسا يا شريف من يحيي هيشوفها ها؟ عارف تمشي بمبدأ قبيجني تجدني وتديني تلاقيني الموضوع نحتاجه على السريح في اسبوع يا شريف وممكن يوصل في الليلة الابيج بتاعك الف جنيه هو ايه الابيج ده؟ يعني الترتر يعني العور يعني التحين الجنيه يا جدع الله عليك يا باعلي يا جاي باللقمة من بق التمساح والسجارة من ايد السفاح بس يا بيت اصلاها يعني لازم تتعلم اللغة يا شريف الله انت لو رحت بمنظرك ده هناك هيقسمه عليك تقطوقة من مقام بياتي ونهواني انت اصلك ما تعرفش القلاتية دول سرعة ازاي؟ لما انت معايا بقى الشربيني تبقى تقولني على الكلام ده؟ طب تفتكر فعلا ممكن يطنع لي الف بني في اليوم؟ طبعا يا عم العمليات سهلة قوي بص هم هزيتين على رعشيتين على طرقعتين سادات ونسلسق الباصاري ونشنها اشي واشي ونأكل المعيس ونضغط المواشي وانا ايه الزريبة اللي انا قاعد فيها؟ دي مين ده؟ ايه الكلام ده؟ يا عم يعني اول ما يتقبجه العملية تبقى لوز هينشفوك يوميتك يبقى اكتبلك كلمتين دول في ورقة عشان اعرف احفاظهم يعني قلت ايه يا عمي ما تخلصنا ورانا طور في البدراشين وحينا في القلعة لا وافراج الواد فرج واختوبت المعبد وعد ميلاد الواد كرشة ليس صفحت الزبالة اللي تفتحت علينا فجأة دي في الكافيه طب يعني مشكلتي انا بقى ان انا معرفش اعزف على اي قلة بحقيقة ليه يا حبيبي ما صبلتش على الدكة في الفاصل ها ما روحتش اللي استاد ومسكت طابلة وقعدت تشجع ما هيديه زي دي بس دي بقى فيها فلوس خلاص انا هزبطلك الواد الدم يعني يزبطك ويرسيك على الليلة تمام يا سيكا 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 ما تحترم نفسك يا ابن انت سيكا ايه يا سيكا يا سيكا يا سيكا يا سيكا يا سيكا بقى يا بني ايوة يا ابني لازم يبقى لك كونيا هناك في وسطهم يعني عشان يعرفوا اصلك وفاصلك وما يحسوش انك دخيل عكار طيب خلاص اوكي بس خلي بالك اسمي هناك شيربو صغاط عشان ما فيش حد يهروشنا خلاص سجدت قلبي يا شرابين سجدت قلبك ماشي اهم حاجة دلوقتي بقى انك تعد من الامتحان امتحان ايه ايوة عشان يشوفوك لائق ولا غير لائق يا جدع يا عم انا اعدم في كلية الشرطة ايه اللي اللاقك ولا غير لائق وبعدين انا افرض له عندي الكساق في الفقدين مش هياخدوني يعني بقولك ايه ما تصدعنيش ياكل معك السيستم ده ولا لا ولا انكش على الالاتي تاني وتنكش على الالاتي تاني ليه وانا موجوده انا موافقة يا بيت موافقة اينا موجودة ووافقة مش انتي خلاص موافقة انت خلاص بس انا هرتب معادم على الوادي الدمي يكلم الوادي التك ويزبطولك معادم على الست سانية طرلم الستة سانية طرلملم ايوة دي اكبر علم في شرع محمد علي ايوة يا عمي ما تعرفهاش دي من ايام عرابي والانجليز دي رأسة يوم الثورة وده احد اسباب رافع المعنويات رأسة يوم الثورة ليه عندها كم سنة دي ألف؟ لا لا خالق دي زغلولة كده وأطقوطة بتلعب في دوري ناشئين التخت الشرق بتاع محمد علي اللي تحت سنة 90 وبعدين قال له خد أرمالة واضحك عليها ومين مال هصرف عليها طول عمرك كيف عواجيز ومسنين الشربين؟ أرجوك احترمني أبسك لا لا مش قصد انت لا 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 أنا ما قبلتش الغلص يا ده موضوع عادين بيننا انت فتحتها ليه؟ بلا حالي يا شربيني وانت ايه يا حي بزدتي مش انت لا مش قد فالله ما انا اعطاك انت تستوتي بقى ايه ايه اضحتينا في الكافير ايه ايه بس بطولي ايه 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 بس يا حبي حجبنا في الانت امان يا ساك يا جبك ازعلت يا عم تتفن هلو ايه 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 اهلا على فكرة انا متجيلك انت انا جاي الففزيكي تعالي عادي معي احسن في حد خانقني مش عارفة انظف بمزاق والله يحس بيكي طيب اه يعني ايه انا حبدألك الموضوع تاني هو انا مثلا بقولك انا مسافر اعارة خمس ست سنين انا بقولك ايه كلها شهر شهر ايه اسبوع هو اسبوع واحد حروح ادور على شغل في الاسر واسوان وارجع على طول ايه المشكلة يعني ايه ده انت رايح الاسر واسوان لا ارقودي انت على جنب الله خليك خليها خلص كلامة ايه ارقودي دي؟ يورسو فالجر انت شايفني بطة؟ تاني مرة اوعى اتزاع البطة يا قصدي منا تفاهم ولا لا يلا ومشيلي الشيه ده عايز انافض الكنبة انت بتطفضين انا بتطفضي الكنبة ولا بتطفضين انا يا ساتر ها قلتي ايه؟ هتوعد عند ايه؟ هو اسبوع واحد بالكتير اسبوع واحد وكمان اسبوع نوية فافدة كتير انا رأيي متوافقش يا ست يا ست احنا عيلا بقلبه انت مالي؟ بتتحشر الفصدي مال ايه؟ انا وابدنا متكلم بعض بتتحشر بنا ليه؟ قلتي ايه؟ موافقة على اسبوع؟ ايه رأيك؟ انا رأيي يا فافي ما توفيش مش موافقة ولا قلك يلا اهو نرتاح منه صح يلا عشان نرتاح منك بس هو اسبوع واحد مفيش غيره يا ست دي كلها ارقام لا تعني لنا شايعا على اطلاق طيب المهم تحت روح تدور على شغل فلوسر واسوان بس ها؟ لا على حسب لفة ست ترى لملم لفت مين؟ قصدي لفة القطر يعني اللي بيعمل ترى لملم لا اهدتك انت قلت فرقة الست ترى لملم وبعدين هوا فيه قطر يعني بيعمل ترى لملم لك تبتعمل ايه؟ لا لا اسمينا يا حبيبتي كان عندها اصبطة فقولتش الهالة اجبلك حاجة جلا مش محاجة لا انا برضو شايفة ان عصان دي جيدة شوف شغل انا هنا عقرب مش كده والنبي انا بقوله بح ادور بقى في الكتكاتة يا اقرب مع اني بيقولك كان فيه شوية مستحضرات في القصر واسوان يعني بشرتك بقى لده وافر الكبت استخدهم حتش بتوت نفسها بس خلاص يلا اهي مفيش مشاكل خلينا هنا احسن عارف يا شريف انا ما اخدت وقتي بقى وفكرت في الموضوع ده لقيت ان اصوان احسن اصلها اقرب عشر ساعات في القطر تبقى هناك لكن هنا ايه الكتكاتة على الكبري خمسة وعشرين ساعة وبرضو مش حتقل سافر سافر مش كده والنبيل منها بقول كده ما صفح معك وصدقني هي منها مالها لا لا مفيش مشاكل حيبت اقيلت بس شوية بس مفيش اي مشاكل ها قلت ايه موافقة يعني ان انت خلاص بس ايه واعتين سالحنا والكركدي مصلحة جاية من الشفاء اخرس يا ولد يا ولد اسمع كلامه اخرس يا ولد ايه وعالكال من فهمت بالطريقة دي انت تجنيت ولا ايه ده انت غريب جدا ها قلت ايه حاجة كمان من فضلك يا شريف عايز ايه دام عشان مش دائما بلاقي ايه دام انت تعرف الهدو الدوم منين ود ايه دوم دوم يا لما اللي كنت بتاكلوا انتو صغيرين ده اه دوم يا شخة خدتيني في تغيرتك انحرفتي وبقيت بيتشارشاء البصاري والشارشاء الشارشي ما شهر مأمين؟ ولا كأنك سمعت جملة عادي جدا ولا كأنك سمعت حاجة اسبعة الخيرة منا سلام عليكم منا منا عمركش امرأتي قبل كده؟ اخوة شربيني حيتأخر؟ مالكيش دعوة انت ما بلاش قلة قدب يا شاري يعني مش كفاية ان انا بقيت شركتك في الجريمة اللي انت حترتكبها بحق نفسك دي؟ ما هو منحظي ليسود؟ شوفي منحظي ليسود انك قليت كوني مسافرة لقصر وقصوان وفي نفسي اليوم اللي انا مسافر فيه؟ ده ايه الحظ ده يا رب؟ طب ده اتس جيد ان انا قلتلك انا كنت كل ما حاول اتكلم تكتم نفسي حرم عليك يا شيخ كنت حتموتني كنت استريحت استريحت وخلصت من لزقتي الجنب بقى كده يا شريف؟ بقى كده؟ بعد ما لغيت سفري وجداء في جنبك وساعدك في المحدة اللي انت فيها دي؟ تقول علي ان انا لزقة؟ بقى انا لزقة يا شريف؟ هو انت يعني جاية بمزاجي ما انت جاية غصبة عني للا كنت هتقولي لأمي انت فيه استعبطي ياس وفكورس انا لو ما جيتش معاين كده هقولها على كل حاجة حبيبي اللي جاب امي اذا ايه ايه احنا اتفقنا على كده يا شريف؟ ازايك يا حاجة؟ ايه اللي جابك؟ اليهاني مكافل سفرة لقصر واسوان سياحة بالصدفة البحثة ابعت غير سياحتها وتيجي معنا شرق محمد علي شفت حظنا لسوي المهم بقى يا رايس ايه رأيك؟ وصيتي الستة سنية ترى لمنا ما تاخدش منك ولا ابطاقة ولا جواز سفر ولا كنت امين ساحي عشان تعرف بس ايه متل عبد لله طب قولي هي يعني الابيك زي ما اتفقنا ولا ايه النظام؟ ايه الابيك ده يا شريف؟ معلش يا سيكة عندنا المرادي وهوضها لك ان شاء الله اكنا في حتك اللي جاي بس انا الان اوى شربين الامن ايه يا صاحبي انت هتطعم ولا تاخد حقوقنا شرقية؟ ده هي اسبوع واحد هتشوف بس جو الشهيصة على الفرفشة وتتحين بعدها على طول وبعدين بقولك اسبوع واحد بس اسبوع واحد عاجبت جو الشهيصة ده كمل ما عاجبتش يبقى تيت تيت وخلص الشغيل ايه ده ايه ده ايه ده يا شربيني؟ ايه الالفاظ الغريبة اللي انت بتقولها دي؟ ششششت انت مالك انت وبعدين يرقودي في اي عشة كده على جنب لغاية ما المصلحة تهقده الرقودي؟ انا دلوقتي عرفت شريف بيجيب الفاظه الغريبة العجيبة دي منين؟ المهم بقى قولي هتعمل ايه مع الستة سانية ترى لملم ايه سانية ترى لملم دي كمان؟ او ماي جود بتعمل ايه دي بقى؟ يا بنتي ده اكبر عازفة زنباليتا بشارع محمد علي وكلوت بي قبل ثورة تسعتاشر ايه شاري ايه زنباليتا دي؟ لا حتي دي اهلة كده يا مصرقية بس لغوها بعد الحرب العجنات التانية يعني عاية ايه يعني ايه؟ صباح الفل يا موسيقار الاجيال مالفينك كنت رباس بتاعك يا عم نايب نينة الله كوي ساكو انت عايزك عايز مني ايه؟ انت عايز مني يسيبني في حالي ايه؟ ايه يا عمي مالك ندايق كده ليه يا عمي فكها الناس لبعضها الله ايه الوش ده يا عمي يوسف؟ لسه ايفش انا مفرح بسبب ان انا ملاقيتش ولا شغل ولا وظيفة الغد دلوقتي ابن حلال ياد و امك بتدعيلك والله انا كنت جايلك عشان كده برضو وانا يابني كنت لقيتلي نفسي عشان ادعيلك انت كمان؟ يا عمي ومين قالك ان انا محتاج شغلي؟ ما الشغلي بالهابل بس اللي يسد ويشتغل سد ويشتغل؟ ده على اساس بقى ان الشغل بالجملة ومرمي ومش لقى اللي يشيله لا مش بالجملة يا خفيف هو قطاعي بس بسعر الجملة ايه رأيك بقى يا برينس؟ سبني في حالي بقولك يا سبني في حالي يا عمي والله ما بهذر ده انا زبط لحد دلوقتي نص صحابنا مع ناس محترمة في وظائف محترمة بفلوس كمان محترمة ايه يا صحفي الجرائد السفرة انت عايز تشتغل يوسف شمس؟ انت بتشتغلني يا ابني النص صحابنا قال ده احنا كلنا على بعض ثلاثة انا وانت وشريف يا عمي ما هو انا مذبط شريف وشريف ده يعتبر نص صحابنا برده ايه ده بجد؟ ولا انت شكلك كذاب انت شكلك كذاب يا عمي لو مش مصدقني روح اسأله ده كان هيوط ويبوس ايديا من كتر الفرحة انت يبوس ده بقى خلاص؟ لو الموضوع في بوس ايدك هات ايدك انا بوس هالك صباع صباع بس لقيمني على الشوكل انت عارف يا شربين انا دخل على ايه؟ انا دخل على شبكة ودبل وحوارات لاليها اول من اخر اعب عليك يا يوسف ده انت اخوية برضو سيبلي الموضوع ده بس شوية كده هوط وانا هزبطك في شغلانة لوز يا عم لوز حتى ولا صدقني بس عمي حاجة يعني قللي الوظيفة وقللي ايه المصلحة ده ده مصلحة ومرواحة رايحة وجاية وعيشة مية مية لا اه يعني مدام رايحة وجاية وعيشة مية مية معنا كده بقى حقق اسأل يعني ايه 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 يعني الشغلانة مسلا هتبقى مدير ااا مايسترو ااا رئيس تحرير موتااهد حفلات يعني هي مسلا دقريبا زي شغلانة شريف ايه يا عم الشغلانة اللص لبة دي انا هجيب لك شغلانة بقى كل اللي هتابك فيها اربع صوابع بس الخنصر والبنصر أنا مش عارف حاجة يعني تقريباً كده لا يعني إذا كان بقى على الخنصة إنت يعني إنت جايب لي وظيفة إيه إنت جايب لي وظيفة نشال ولا إيه دباق هو شريب يشتغل إيه لا دا أنت كده بقى طماع لحد هنا وسطب يا سيد نحن نحافظ على سرية العميل قول أمين أمين يا بو الشرب قولتلي اسمك إيه الشريف رشاد اسم جميل اسم فنان طبال بحق وحقيق والبت بتاعتك دي اسمها إيه إيه بت دي يا فندم لو سمحت يعني لو سمحت بتقوليش يا بت بعد كده بليز وتطلع من انت بقى يا غندورة أنا منه وجاية معاك كده يعني كده حسنة آه ومال حافظ أغاني قديمة طبعاً يا فندم حافظ أغاني كتير جداً لليلو الساز عبد حيم حافظ مدام أم مكلسوم ساز عبوايا بكده يعني أنا ما بتكلمش على الجيل الجديد أنا بتكلم على القديم اللي قبليه واللي قبل قبليه آه أسلم طيب يا فندم يعني حاج شوفي مسلاً سيادتك محتاجة تسمعي مني وأنا أروح أحفظه واجي عادياً انت لسا هتحفظ يا مين يعيش وانت يا غندورة حافظ حاجة؟ لأ قوليها هي إيه؟ هي اللي حلوح بقولك لأ قوليها بتاعت عبد الحليم وصباح في فيلم شارع الحب قوليها؟ نعم؟ ما ترسيلك على بار انت هتقولي لأ لصباح ولا نعم للعندليب لا حضرتك أنا ولا هقول دي ولا دي أنا مش حافظة لأ ولا نعم طب هزي ايه هزي دي؟ يعني ايه؟ يا بيتها هزباطك هزيلك هزتين وهتقبضيلك قرشين وتروحي وكمان جايز تتعشي جربيني قالي كده لا والله إلا حضرتك غلطانة أنا معرفش أهز بعدين أنا قلت لحضرتك يعني أن أنا جاية معاه؟ حسنة لوجه الله كده شافقة لا هيته مالكوش في الطيب نصير انت قلتيني اسمك ايه؟ شريف رشاد يا فاني موتلك قبل كده ولو عايزة سيادتك أن انا اغيره ممكن اغيره عادي يعني اسمي جميل اسمي فنان طبال بحقه حقيقي انا بتتكره اسمي بقى على فكرة انا كمان شوف يا خويا إحنا بقى عندنا أسبوع هنعمل فيه طور في شوية محافظات دا لو ربنا ادانا طورة العمر يعني اه دا لو بقى المهم عندنا كم حفلة كده في كم ضرد البسنين وعندنا كم حنة وهنروح سملوت عندنا شوية أفرح هناك شريف ايه سملوت دي؟ دي أكيد واحدة من الموجودين يا أحنا بص يا خويا عندنا شوية حفلات في العباسية والدويقة وصوق العبور يعني حتروح الدنيا من شرقها الغربة هتشوف العالم كله اه طبعا اه دي ساعدتها يعني انت عارفة بقى من هام الجمال بقى والخيام والحاجات اللي انت فضى لفا بتقول حاجة يا خويا لا أبدا دا أنا بكحي ساعدتك بكحي سلامتك ألف سلامة المهم الواتشير بوصاجات قالك هتاخد كم في الليلة اه لا أول حياة ما حديتش بالظبط يعني شوف بقى عشان انت كده لسه صغير وخاف تاخد الفلوس تصرفها كده على الفاضي انا حديك في الليلة عشرين جنيه يلا اه نووي دا كده كتير حضرتك بالشكل دا حتبوزي وتسديله أخلاقه خليهم خمستاشر ما انت عامل زي ابن حفيدي الصغير ياخد الفلوس يصرفها على الهلس المهم تيجي كوي بدلتك بالنشا عايزها سيف ونفخ طربوشك ويا ريت يا ريت يبقى صب مش نفخ عشان يستحفل بدلة وطربوش الله عظم اللا دا كتير قاوة يا فاندي الله يخرب بيتك يا شربيني عوض على الله في المصطح يلا يا منا يلا يا حبيبتي بدلت ايه وطربوش ايه يلا يا منا تسبتر طبعا تقول لي يا ليه الهز يقالي يلا يا مام يلا انت رايح فان حليك رايح انفخ بدلتي واك وطربوش عشان اخليه سيف يلا يا منا استنى انت قبديل اسمك اسم الشيخ سلام حجاز يا حجة وبي دلعوني يقول لها يا شفر انت عارف اسم الدلع بيبقى يعني واحدة بقى لساعتك وانا عارف بقى ان اسم الشيخ رشاد ده اسم جميل لفنان وطبال وبعقق وحقيقي مش كده يا اما مش قاوية موسيقى يلا ندخل بقى بالاقناة بتاعتنا يلا ينا ينا يصغير يلا اه ايه موسيقى 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 موسيقى